يعني ما أعتقدش إن إحنا يعني ممكن إلا إن إحنا نبارك للجيل الحالي من لعب المنتخب الأولمبي رجالة قدروا إنه هم فعلاً يعملوا مبرحل و جيل واعد، جيل قوي، جيل بالفعل بيمثل مستقبل الكرة المصري يمكن اتعزمنا ولكن قدمنا أداء يعني قتالي وده منتخب ربما بيعد هو المنتخب الأهم والأكثر انتقالاً في صفقاته عدد كبير جداً من اللعابين من دخله بيلعب فيه عدد كبير من الأندية الأوروبية خلينا نقول برضو إن روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب المصري قدم بصمة مختلفة جداً وده ظهر على أداء اللعابين المصريين طوال بطولة إفريقيا للشباب تحت 23 سنة عملنا إيه في هذه البطولة؟ كشف حساب عما قدمناه يعني استشراف للمستقبل حنعمل إيه في أولمبياد باريس وأيضاً عدد كبير من المعلومات اللي عايزين نعرفها نعمل إيه مع اللعابة دي؟ نستفيد منهم إزاي؟ وإحنا استطعنا فعلاً إن إحنا نقاهل منتخب نقدر نقول إنه هو بقى عنده كيمية واحدة بصحبتنا النهاردة في الستوديو النقد الرياضي والكاتب الصحفي الأستاذ إيهاب النحاس أهلاً بحرك يا أستاذ إيه أهلاً بيك أستاذ مصطفى ومبسوطين موجود معك النهاردة وصباح الخير أهلاً بيك وألف مبروك نقدر نقول بداية كويسة جداً لمنتخب واعد شباب صغير نقدر نبني عليهم في البداية شفت المباراة إزاي؟ ورغم الهزيمة أنت فرحان ولا مش فرحان؟ هو طبيعي طبعاً لازم أكون فرحان لأن أهم حاجة عندنا كانت مفروض نعملها إن إحنا نوصل لأولمبياد باريس وده كان الهدف الأسمة وده كان التركيز منتخبنا الوطن إن إحنا نوصل لأولمبياد باريس ظروف المباراة أو ظروف إن إحنا باللعب المغرب على ملعبها دي ليها زي ما تقول ترتيبات تانية ده مطش جماهيري كبير قوي لأولاد دول كلهم أغلامهم ما لعبش فيه أجواء جماهيرية بالمنظر دوت فهتلاقي في بعض اللعبين ما كانوش في كامل تركيزهم في المباراة دي بالإضافة طبعاً للطرد اللي حصل في المودش كلنا شوفناه محمود صبر واحد يعني نقول من أفضل اللعبين في الجيل دوت وأفضل اللعبين في المنتخبنا الوطني فبالتالي طبعاً كانت الهزيمة مش هنقول هزيمة مشرفة يعني يقول هزيمة بتعام الفوز هزيمة مشرفة يعني هزيمة مشرفة وإحنا كان الغرض الأصلي من الموضوع كله إن حنوصل لأولمبياد باريس وقرأتش تسأل أداء قتالي وصف اللعبة يعني ربما اسمعني زميلة نادية شارب لوقت تتكلمت عنه خلاني اتفق إن المنتخب دوت فنيا أقل من منتخب اللي كان قابليه من هو منتخب مع الكاتب من شوق غريب اللي هو موليد 97 وأغلبه ما بلعبش فيه فرقه كأساسي ناديرا لما تلاقي فيهم لعب أساسي حتى بريم عادل ذات نفسه شخصيا اللي هو أفضل لعب في البطولة ما بيشاركش مع بيرامة زبصفة أساسية إلا الفترة الأخيرة الناتج النهائي للمنتخب ده دي حاجة كويسة وحاجة مشرفة لو مسكنا من أول حارس المرمى حمزة علاء طبعا ما بيشاركش خالص مع النادي الأهلي ما بيشاركش خالص وموجود باستمرار خارق قائمة المباريات شوفنا يا عامل إزاي طبعا مستوى مش طبيعي مميز عنده صورة أرض فعلية مميزة شايل فرقته بمعنى صح فإحنا طبعا النهاردة إحنا بنقول شابو لميكالي ميكالي على فكرة مصنف يعني إحنا جايبين مدرب مصنف في مرحلة الناشئين والشباب واخد أولمبياد مداليا أولمبياد فريد جانيرو وحاصل قابليها كمان على كاس على المداليا الفضية في كاس علام الشباب فالناتج النهائي اللي إحنا شفناه للمنتخب ده لا ده ناتج مميز عاملين نتاج كويسة مجموع اللاعبين في الملعب وتحركاتهم وطريقة نقل الكرة بتقول إن فيه شغل بتعمل شغل فني على أعلى مستوى بتعمل من ميكالي ومن الجهاز الفني المعاوني اللي معاه منتخبنا لم يخسر أي مباراة في هذه البطولة بسناء هذه المباراة لم تسكن شباكه أي هدف سوى هدفين النهائي يعني إحنا سجلنا خالي من الأهدف بتشوف ده إزاي وتقييمك ده إزاي 18 ماتش لميكالي مع منتخبنا الأولمبي كسب عشرة وتعادل في سبعة وخسر ماتش واحد هو قادر يعمل منظومة دفاعية مميزة فيه مدربين بيعملوا منظومة دفاعية مش مميزة منظومة دفاعية وخلاص اللي هو بتحط شوفنا ده شوفنا ده شوفنا ده كتير إنك بتحط للحيداشر لعيب تحت الكورة وخلاص على كده لكن الميكالي بيحط للحيداشر لعيب لا ده بيحط اللعيبة بشكل معين وسيستم معين وبيعرف يطلع بالكورة صح يعني إحنا شوفنا ماتش النهائي مضغوطين جدا ولكن لما كانت الكورة بتتنقل بتلات نقلات بتتنقل للناحية التانية هو قادر يعمل منظومة دفاعية مميزة للمنتخبنا الوطني بيشتغل على القماشة اللي موجودة معاك أساس مصطفى أي ودي ميزة إنك تعرف إزاي تطوع القماشة اللي موجودة معاك وتشتغل بيها وتقدر تطلع منها حاجة كويسة أي دي قدرات ما بيعملاش لمدربين الكبار أي يميكالي من المدربين الكبار على فكرة لو تتذكر مش عايز أعمل مقارنة سريعة بس لو تكر كيروش كيروش وصل بمنتخبنا الوطني لنهائي أم أفريقيا بنفس المنظومة فطبعا لا هو طبعا يعني سجل محترم مشرف مدرب كبير مدرب وعد من أفضل السفقات اللي عملت تحدي الكرة المصري في العشر سنين اللي فاتوا يجيب لنا مدرب بقيمة روجير ميكالي ولازم نستفيد منه بعده لازم يكمل معانا إنه بتدي ينظم يبتدي يحط لنا خطط ليه قطعات الناشئين يعمل محاضرات للمدربين بتو قطعات الناشئين صحيح نستفيد صحيح هو تجربة جيل وظهر بعد صلاح برنامج اسمه الكابيتاني وظهر بعد صلاح منتخب دع 23 سنة إحنا بنبني البكر تفتكر إحنا ممكن نعمل إيه بالشباب دي يعني هل فعلا ممكن يبقى نوايا فعلا بقى لمنتخب يقدر يودينا الكاس العالم ونرفع رأسنا بجد ونعمل نوصل حتى لدور الثمانية دور الأربعة يعني زي ما يعني طموحات المصريين بتطلب بص من أهم مصادر الدخل القومي إنه بيبقى عندك لعبين محترفين في أوروبا دي قوة نعمة يا أستاذ قوة نعمة طبعا النهاردة إنت لما بيبقى عندك مجموعة من اللعبين بيبقوا موجودين في أوروبا وإسم مصر بيتداول في المحافل الأوروبية وفي الجرائد وفي الصحف وفي المواقع دي قوة نعمة فعلا وحاجة مهمة طبعا النهاردة إنت عندك فرصة إن واحد زي إبراهيم عادل جاي له عروت أندر لاخت أندها تعتبرات متوسطة يريد يريد مسؤولنا دي بيرمينز يسيبوه يمشي مهما كان العقد اللي هيجي من بريم عادل وبيلعب في مصر لو هخد معهم الدوري وخد معهم الكاس وخد معهم دولة أفريق خليه يتعلم ويرجع لنا تاني هيروح من هنا فين هيروح من هنا فين لازم يطلع يستفيد لازم اللعبة دي اللي جاي لهم عروض احترافه تحديدا بريم عادل محمود صابر أحمد عيد البكريت ممكن حمز علاء لازم يمشوا لازم يمشوا صحيح مش هيروحوا أندها كبيرة في أوروبا لكن هيبتدوا ياخدوا الخطوات زي صلاح يعني هو صلاح بدأ ازاي؟ الملهم بازف فرنتينا روما تشيلسي رجع تاني راح فعلا كلام حقيق منطقي وسليم لازم الأولاد دولي يتحركوا المجموعة بقى اللي موجودة جوه الدوري المصري لازم يحصل تشريع من التحاد الكورن يبقوا موجودين باستمرار في المتشاط أي أن كان الصور ممكن آه هتقولي فنان ما ينفعش هتقولي ده ما ينفع ازاي يلعبوا لا ده أنا عندي لعيبة أحسن لازم يبقوا موجودين باستمرار في الصورة لازم يشاركوا مع عنديتهم وفيهم لعبهم ميزين بصراح بقى أنا فيهم لعيبة فعلا وعايدين وميزين جدا 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 هاخد من كلامك بس في موضوع صلاح أن ميكالي كان قال أنه محتاج صلاح معاه في الأولمبياد يعني عايز واحد من التلاتة بقى منهم محمد صلاح وأنا برشح برضو مع صلاح أحمد سيد زيزو أحمد مصطفى زيزو لعب نادي الزمالك وبرشح أحمد فتوح فنيا المنتخب محتاج التلاتة دول محتاج أطراف سريعة ترفع الضغطة عن الفرق أنك ممكن تقابل تخش القرع بتاعتك تلاقي فرق تقيلة زي ما قابلت أسبانيا والأرجنتين في الدورة اللي فاتت فأنت محتاج فنيا لعيبة مهرة سرع جدا يسحبوا الفريق ونبع ناحية الباكليفت عندنا خبرات كوكا محمد أشرف مش قدي كده فتوح يبقى فارق في العدة دي الدورة اللي فاتت ليفر بول مرضيش يدي صلاح ده فتكر اللي ايه الدافع اللي خليه الدافع أن صلاح ذات نفس يطلب خلاص يعني صلاح وسل المرحلة دلوقتي أنه هو يقدر يطلب أنه بقى موجود لأنها تبقى في أغسطس هي تبقى فترة بداية فترة أعداد أعتقد لي لفاربول لعله وعسنا نتعشم أن يبقى موجود صلاح في دورة باريس نتعشم في ده يعني صلاح يقدر يطلب دوت هو عنده من الباور طبعا هو لو جيه حيقلب هو عنده من الباور عنده من الباور وعنده من القوة في داخل نادي الفاربول أنه يطلب ده يقدر يطلب ده ويقدر يبقى موجود مع منتخذنا الوطن إن شاء الله طيب فترة الاستعداد دي وإحنا داخلين أولمبياد باريس محتاجين ندرس تجارب دول عاملة زي تجربة الأرجنتين تجربة البرازيل تجربة أوروبية من وجهة نظرك إحنا أقرب لنموذج عاملة إزاي إحنا دايما أقرب لنموذج أمريكا الجنوبية إحنا كوريتنا بتعتمد على المهارة الشغل اللي هو المثلسات والحاجات اللي بتبقول عليه كده اللي بتعتمد على الحرفانة ومهارة اللعيبة ما عندناش قوة بدنية زي بعض لا ما عندناش قوة بدنية وما عندناش ده بس برضو ميكالي مدرسة مختلفة جدا فأنا أعتقد أنه هو هيدور على مدارس مختلفة مش بس مدرسة معينة علشان هو لسه مش عارف القرعة بتاعة أولمبياد هتودينا مع مين هنروح فين فهو هيشتغل على طبقا ليه القرعة قرعة مثلا هتجيب أوروبا هتبتدي دورها عنده على منتخبات أوروبية كبيرة هتدور على أمريكا الجنوبية هتدور على ده أسيا أفريقيا كذلك هو محنك خلص دلوقتي في أفريقيا هو في أفريقيا محنك يعني إلا بـ 18 ماتش مصلش إلا ماتش بس إنك تنافس في أفريقيا غير إنك تنافس في أوروبا غير إنك تنافس مع منتخبات من أمريكا الجنوبية تفتكر علشان يعني المنتخب بتاعنا يتودك كده زي ما بيقوله يعني ممكن يقابل المنتخبات عاملة زي في الأدوار الأولى يعني أنا أقول لك على حاجة بأمانة شديدة يعني أنا بصراحة منتخب زي منتخب مالي من أقوم منتخبات البطولة وعنده كوالية لعيبة وكات مبارا حلوة جد وكات مبارا حلوة وإن أنت تتغلب على مالي بإمكانيات هدية وبالمهارات دي وبالقوة والسرعة لا لا فيه منتخبات قوية كتير أعتقد أن ممكن المدرسة الفرنسية تبقى كويسة بالنسبة لنا مدرسة المرتغالية تبقى كويسة بالنسبة لنا ممكن أمريكا الجنوبية طبعا تشيل البرازيل أكيد أكيد فيه مدارس كتيرة لو إحنا تقابلنا معاها هتفرق معنا في فترة الإعداد صحيح كلمنا عن القضع في المنتخب المصر من وجهة نظرك إيه اللي عايزين نشتغل عليه علشان ما نقعش في أي أخطاء في الفترة القادمة يعني أنا شاف أن الجابة الشمال طبعا محتاجة تدعيم جامد محتاجة تدعيم كويس قوي محتاجة أن يبقى فيه باكليفت كويس عنده خبرات بيشارك باستمرار في الدول المصري وده هيبقى طبعا صعب لأن اللعابة الأساسين بتوع الباكات ليفت بتوع منتخب مصر ما يبالعوش أساسين في أنديته زي كوكا وزي محمد أشرف لعب النادي الأهلي مثلا فأنا أعتقد أن الفترة اللي جاية الفترة اللي جاية دي محتاج أنه فعلا يبقى فيه حد من الكبار موجود ده مبدئيا بالنسبة لمنظومة الدفاع الملهم بالنسبة لمنظومة الدفاع منظومة الدفاع منظومة كويسة الاتنين اللي في القلب حسام عبد المجيد ومحمد طارق مميزين بس طبعا خبرات مفيش خبرات يعني أنت الباكليفت بالنسبة لك هو أنا طبعا ده مهم جدا أحمد عيد ما شاء الله عليه قبل بلقان حسنا بصراحة يعني يعني عمل بصراحة مباريات مميزة جدا 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 مع منتخبنا الوطني ولعيب بروميسينج ولعيب واعد بصراحة هي منظومة الدفاع محتاجة بس بعد بيقول له عليه التصبيت الوقفة الخروج بيخرجه إزاي بالكورة من تحت بس لكن المنتخب منتخب كويس عندنا كل ما نصر فيه بصراحة ممتازة خط الوسط ممتاز خط الجوم ممتاز حارس المرمى ممتاز معين ما فيش بديل لحمز علاء على فكرة يقدر يشيل بس برضو كويس في حال فشلنا ان احنا نجيب صلاح ايه بلان بي بالنسبة لك ان يبقى فيه ملهم في الفريق؟ انا شايف ان احمد سيد زيزو لعب نادي الزمالك لعب كبير صحيح مش حاملة مكان صلاح لكن في النهاية يبقى كابتن كويس اه يقدر طبعا يقدر يبقى كابتن ملهم للاولاد ومهاراته مميزة وهو هادف الملعب لا لا احمد سيد زيزو لعب كبير ولو ما جاش احمد سيد زيزو وما جاش صلاح لازم نشوف المدين لصلاح لازم بقى دائما فيه طرف لازم بقى فيه طرف يمين وطرف في شمال يسحب الفريق يسحب الفريق ده مهم جدا نخلي بالك في المطشات اللي زي دي احنا في مطش المغرب في الوقت الاوضافي خلاص احنا الأولاد تعبوا ما كانش فيه حد قادر ينزل يسحب الفريق على اي حال احنا بنقول ان يعني تقريبا من حوالي ساعة في استقبال الفريق بلاده وصوله المغرب يعني من ساعتين تحديدا نوصل للفريق اعتقد استقبال الوزير لأولادنا اللي جايين من المغرب اهم رسالة بتؤكد ان رغم الهزيمة احنا قدرنا نوصل لأولمبياد باريس عندنا جيل تحت 23 سنة نقدر نراهن عليه اعتقد ان أولمبياد باريس ايضا فرصة مهمة جدا احنا نلاقي هذا الجيل بيزبط نفسه اكتر وبيجيب بطولاته وبيشوف يعني اندية وتجارب اخرى من دول اخرى النقد الرياضي لأستاذ ايهاب النحاس ربما القى الضوء على مباراة الامس وعلى وصولنا لأولمبياد باريس شكرا لك يا أستاذ ايهاب واناورت نفسك بشكرا أستاذ مصطفى وممسوط ان كنت موجود معك النهاردة وبالتوفيق ان شاء الله ممتخبنا الوطن شكرا جزيلا